بسم الله الرحمن الرحيم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الْدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أراد النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أن يستمر دينه من بعده وكان ذلك لاهتمامه بدين الله تبارك وتعالى ولذا وصى بها بنيه ووصى بها بالملة والطريقة التي كانت لإبراهيم عليه السلام ومنها التسليم لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه يعني وصى أولاده طبعا دعوة النبي إبراهيم صلى الله عليه كانت دعوة عامة ولكن خص بنيه بالذكر للإشارة إلى لزوم دعوة الأهل بصورة خاصة إلى الحق كما قال سبحانه قو أنفسكم وأهليكم نارا أو لأجل أن الوصية تكون عادة للأقرباء فتبليغ إبراهيم عام لكن وصيته خاصة حتى يهتم بها أكثر وكذلك وصى بها يعقوب اللي هو حفيد إبراهيم من ابنه إسحاق فالنبي يعقوب أيضا وصى أولاده بهذه الوصية وإنما ذكر النبي يعقوب بالخصوص في هذه الآية دون سائر أولاد وأحفاد إبراهيم لأن يعقوب جد اليهود فخصص بالذكر شنو مفاد هذه الوصية اللي وصى بها إبراهيم ويعقوب مفاد هذه الوصية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني يعني يا أبنائي بني جمع ابن يا أبنائي إن الله اصطفى لكم الدين يعني اختار لكم الدين حتى تكونوا متدينين معنى اختار الله الدين لهم أن الله تبارك وتعالى أعطاهم الدين وأراد منهم أن يصبحوا متدينين مقابل بعض الأمم الوحشية الذين تركوا وشأنهم فلم تبلغهم دعوة الأنبياء هذا التفسير الأول التفسير الثاني اصطفى لكم الدين يعني أراد منكم أن تكونوا حملة الدين حيث أرسل فيكم الرسل وجعل بعضكم أنبياء فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا تتركوا الإسلام ففجأة يأتيكم الموت وأنتم على غير الإسلام الإنسان ما يدرش وقت يموت فلابد وأن يستمر على الإسلام حتى إذا جاءه الموت مات مسلمان وإنما تم تخصيص الموت بالذكر لأنه لو كان غير مسلم قبل ذلك ثم أسلم ثم مات مسلمان لم يكن عليه إشكال فالمهم موت الإنسان على الإسلام وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام في تأويل هذه الآية الكريمة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال بولاية علي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وحيث إن اليهود كانوا يدعون أن يعقوب النبي عليه السلام أوصى أولاده باليهودية كما أن المدعين كانوا يدعون أن الأنبياء كانوا يهودا أو نصارى أنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك ما هو دليل هذا الإدعاء؟ إنكم لم تكونوا حاضرين حال وصية يعقوب فكيف تقولون أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ أم كنتم شهداء؟ هذا استفهام إنكاري إذ حضر يعقوب الموت واقترب من الوفاة إذ قال لبنيه وأولاده الاثنى عشر قال لهم على طريقة الاستفهام التقريري لأجل الإرشاد والتنبيه والتثبيت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي فأجابوه قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فأولاده يعقوب أجابوه قالوا نعبد إلهك يا يعقوب وإله إبراهيم اللي هو جد يعقوب وإله إسماعيل اللي هو عم يعقوب وإله إسحاق اللي هو أبو يعقوب وتقديم العم إسماعيل على الأب إسحاق لأنه كان الأكبر سنا والأعلى منزلة وسمي العم أبا من باب التغليب ولأن العرب تسمي العم أبا والخالة أمة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا بغير شريك هذه عقيدتنا ونحن له مسلمون خاضعون منقادون لأن معنى الإسلام التسليم لله في كل أوامره ونواهيه هذا أيضا عملنا والإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم السلام فإذا الله تبارك وتعالى ينفي أن يكون دين الأنبياء اليهودية والنصرانية المقصود من النافي اليهودية والنصرانية بالمعنى المتداول عند أهل الكتاب وإلا فلا يهم الإسم المهم الواقع وهو الإسلام والتسليم لله تبارك وتعالى وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين